في الشجرة حياة واستمرارية للبشرية والأرض والمقصود بالفعل هو الشجرة الواحدة فهي تمتص حوالي 20 كيلوغراما من الغبار وتبتلع 80 أخرى من الترسبات شجرة واحدة تصفي وتطهر حوالي 100 ألف متر مكعب من الهواء الملوث في السنة من خلال إنتاجها 700 كيلوغراما من الأكسجين واستعاب 20 طن من ثاني أكسيد الكربون وهو ما يعادل ما تنتجه سيارة قطعت 14 ألف كيلو مترا مع هذه الحقائق هكذا تبدو منطقتنا من الأعلى من صور الأقمار الاصطناعية أراض صفراء محاطة بعالم أخضر تملأه الأشجار من هنا تأتي أهمية مبادرتين السعودية الخضراء وشرق الأوسط الأخضر التي أطلقهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم لزراعة 50 مليار شجرة عشرة مليارات منها ستزرع داخل المملكة العربية السعودية ما يعني زيادة في المساحة المغطات بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفا فيما ستغطي 40 مليار شجرة دول منطقة الشرق الأوسط التي تستنزفها العواصف الرملية كل عام بما لا يقل عن 13 مليار دولار بهذا العدد الهائل من الأشجار ستتم استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة بفعل التصحر والتلوث في منطقتنا كما ستقلل من انبعاثات الكربون العالمية الكابوس الأكبر على صعيد مكافحة الاحتباس الحراري بدرجتين ونصف الدرجة في المئة